النشرة الجوية وتوقعات الأيام القادمة مع المهندس أنس رحمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الخميس الثاني عشر من شباط للعام 2024 نشرة جوية مفصلة عبر أثير إذاعة الثورة أهلا بكم مرتفع جوي سطحي مترافق علوية مع كتلة هوائية دافئة نسبيا تترافق مع امتداد مرتفع جوية شبه مداري من المتوقع يبدأ بالسيطرة على منطقة اعتبارا من ساعات نهار اليوم الخميس هذه السيطرة بعد مشيئة الله تعالى تفرد طقسا مستقرا مشمسا إلى غايم جزئيا مع ارتفاع صريح في درجات الحرارة بناء على هذا التحليل يتوزع ضغط الجوية في طبقات الجوي كاف فنتوقع بإذن الله تعالى أن يكون تقصي اليوم الخميس مستقرا مشمسا إلى غائم جزئيا ترتفع درجات الحرارة تسجل سبع عشرة درجة مئوية نهارا تصل ليلا إلى خمس درجات مئوية وتكون الرياح شرقية هادئة عند عشرة كيلومترات في الساعة بالنسبة لتوقعات الجمعة أيضا تستمر الأجواء مستقرة ربيعية غائمة جزئيا إلى غائمة مع انتشان للسحب العالية والرقيقة والتي قد تحجب الشمس جزئيا تبقى درجات الحرارة عند سبع عشرة درجة مئوية نهارا تصل ليلا إلى خمس درجات مئوية وتبقى الرياح هادئة عند عشرة كيلومترات في الساعة أجواء السبت أيضا بإذن الله ستكون مشمسة إلى غائمة جزئية مستقرة دافئة نسبيا مع ارتفاع ملحوظة في درجات الحرارة مع فرص ضعيفة لحالة معظم الاستقرار الجوي ستختص بها مناطق دمشق والمناطق الجنوبية حيث تكون الفرص مهيئة لبغزخات مطر متفرقة خلال فترات الظهيرة ترتفع درجات الحرارة تسجل ثمان عشرة درجة مئوية نهارا تصل ليلا إلى خمس درجات مئوية وأيضا تبقى الرياح مستقرة عند عشرة كيلومترات في الساعة في التوقعات متوسطة وبعيد ما توقع بإذن الله تعالى أن تدوم الأجواء المستقرة حتى منتصف الأسبوع حيث ما توقع أن نتعرض لامتداد ضعيف لمخفض جوي سريع لم تظهر بعد مدى تأثيره على المنطقة وانتشار الأمطار وتوزعها لكن على العموم هناك فرص لتكرار مخفضات جوية سريعة إلا أنها ستكون دافئة بشكل ملحوظ بإذن الله تعالى هذا كان كل ما يتعلق بتطورات الحالة الجوية لقادم الأيام أستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته